أعود إلى القاهرة ومع ضيف الدكتور معتصم الشهدي نائب رئيس مجلس شركة هورايزون لتداول أوراق المالي أهلا ومرحبا بك معنا دكتور أتحدث بداية عن إغلاقات الجلسة لماذا هذه الفجوة في الارتفاعات أكثر من 5% للثلاثين استغربته ليس للخمسين والسبعين بالكاد نقطة ونصف النقطة لماذا عندك الارتفاع كان واضح لدينا في الثلاثين وبقية المؤشرات إلا السبعين تأخر في هذه الفجوة أو سدها لو بصنا لفئات المستثمرين ومين لأين بعمليات البيع المكسف ومين لأين بعمليات الشراء المكسف هنجد أنه هو ده تبرير الأداء بتاع EGX30 و EGX70 هنجد أن الأجانب والعرب هما اللي بيقوموا بشراء مكسف بحوالي 460 مليون جنيه صف الشراء 460 مليون جنيه 440 للأجانب والعشرين مليون للعرب وبالتالي المصريين هما اللي في جانب البيع طيب الأجانب نعرف كويس أنه هما بيتركزوا في أسهم EGX30 خاصة الأسهم كثيفة التأثير على مؤشر EGX30 اللي هو البنك التجاري الدولي المجموعة المارية هيرمز جلوبال تلكم رأسكم الإعلامي كان دول الأربع شركات رؤسية بالإضافة إلى سهم آخر إعمار نلاجد فيه أن العرب يتدولون فيه بشكل أكبر نسبيا من الأجانب وبالتالي الشراء بكسافة في جانب الأجانب وبالأجانب يتركزون على EGX30 وده السبب الرئيسي في تأخر EGX70 يعني بالمقارنة بأداء السوق نعم كنت قد استعراضت قبل قليل دكتور وتابعتني عن موضوع الفجوة التمويلية لمصر لثلث سنوات يعني التقديرات تشير إلى حدوث 30 مليار دولار ومررنا على كيفية تتوزع توزيعات هل تعتقد أنه سنمر خلال الثلاث سنوات القادمة بوضع من التدفقات المالية ربما سيزيد من هذا المبلغ أو ربما يقلل منه تعليقك في رأيي الشخصي أن المبلغ ده يقل بشكل واضح لأن الفجوة دي أيمى على افتراضات يعني التفاؤل فيها محدود نسبيا بأتحسن ضدفقات النقدية خاصة ضدفقات النقدية من العملات الأجنبية شايفين السياحة بنقدر دلوقتي والسياحة في أدنى مستوياتها بنقدر دلوقتي والاستثمار في أدنى مستوياتها بنقدر دلوقتي وتحولات العاملين في الخارج متأثرة بشكل كبير بوجود سعرين لسعر الصرف لكن الأمر ده مش هيستمر كده الأمر ده طالما نحن بدأنا نعالج المشكلة الرئاسية وهي سعر الصرف بدأنا نعالج الأسباب لوجود هذه الفجوة التاملية بدأنا نشوف أن فيه انخفاض واضح في الوردات بسبعة مليار خلال الفترة الماضية فيه ارتفاع فيه الصدرات بمليار دولار وبالتالي الفجوة بشكل عام نتيجة تحرير سعر الصرف اللي هو العمل الرئيسي لبداية الإصلاح بالتأكيد هتؤدي لانخفاض هذه الفجوة ولكن لابد ونخطط يكون عندنا تخطيط على ظروف صعبة تخطيط على احتمالات تحصل أي ضغير فيها ضدفقات ما نحط اشتفائل كبير لا على السياحة ولا على الاستثمار على الأقل في السنة الأولى حتى نستطيع تخطي هذه الأزمة طيب مع حركة تحرير الجنيه وجدنا تضخم واضح في أسعار الأسهم يعني لسه ما وصل للتضخم إلى أقصى نحن في طريقنا إلى أن تنتفخ عندك أسعار الأسهم ربما ستصل إلى مرحلة ثم تنفج لتعود إلى مستويات التي تلائم تعويم السعر الصار في الجنيه أو حقيقة القوى الشرائلة للجنيه مع السوق متى سنصل إلى تلك المرحلة؟ كم سيأخذنا من الوقت ذلك؟ الأول أقول إن عشان نوصل للقيمة الحقيقية للأصول الحقيقية لداخل الأدوات المالية الموجودة في البورصة أو الأسهم الموجودة في البورصة معبرة عن قيمة الأصول الموجودة هذه الشركات أعتقد أننا قدامنا وجوزء كبير من الوقت لكن عاوزين نعرف السوق ممكن يتحرك إزاي؟ نحن دايما نقول التاريخ بيعيد نفسه لكن مش شرط أن يعيد نفسه بنفس الكيفية بالزبط وبالتالي ننصح المستثمرين دايما نقوله بص لتحريس على الصرف 2003 عامل إيه في مصر شوف أداء الأسهم كانت زي لو بصينا على أداء الأسهم في 2003 لما حرنا الصرف يوم 28 و 1 هنشوف إن السوق طلع في الدفع الأولى لتحريس على الصرف حوالي 40% مؤشر طلع من 500 ل700 نقطة وبعدين حصل في عملية تصحيحية العملية تصحيحية دايما بتحصل عشان السوق يتأكد السوق عاوز يتأكد من جدية الإصلاحات السوق عاوز يتأكد من نجاح الإصلاحات السوق عاوز يتأكد من تهاء السوق السوداء على العملة وبالتالي حصل تصحيح في السوق رجع تاني من 700 نقطة لتقريبا 4500 نقطة لكن العام 2013 نهى بإن مؤشر 4500 نقطة يعني حصل صعود تقريبا 200% في أسعار الأسهم هو حقيقة هو بيبقى أسعار الأسهم متأخرة بشكل كبير عن الاقتصاد الحقيقي لأن كان فيه نظرة شقومية وبعدين بيبدأ الصعود الكبير للنظرة وحدوث النظرة التفاقلية لما بتبدأ الأمور تستقر والإصلاح يثبت أنه تم بشكل صحيح وبالتالي يعني نأمل أن يكون هذا السيناريو سيناريو يعني يتكرر وإن كان فيه اعتقادي ليس هتكرر بنفس الصورة بالظلط لكن على الأقل يعني جزء كبير منه هتحقق طيب نتحدث عن المرحلة القادمة بمعنى أنه كل متطلبات أو طلبات صندوق النقد لصرف القرد طلبين على الأغلب تم تنفيذهم شو المرحلة القادمة؟ يعني مدى استيعاب الشارع المصري اليوم لتطبيق هذه المطالبات ومتابعة الحكومة للوصول إلى نتيجة معها كيف سيكون تأثير ذلك على أداء البورصة؟ الأول نقول المرة دي وإحنا بنخفض الدعم هو الحقيقة رقم الدعم الرقم المطلق ما تخفضش يعني من 35 مليار هنبقى في حدود يعني 70 مليار يعني الرقم المطلق للدعم ما تخفضش لكن لكان لابد من تحريك سعر أو تحريك الدعم وسعر المحروقات عشان التأثير اللي احنا كنا بنحسب مثلا برميل البترول على 50 دولار في 9 جنيه بدل رقمت هنحسبه على 16 أو 17 جنيه وبالتالي فيه ارتفاع فيه التكلفة على الدولة لابد ان احنا نخفض الدعم شوية عشان يعني التأثير على عجز الموازنة بالتأكيد نجاح الدولة عندنا يعني أمرين مهمين جدا في فترة حالية ويمكن يعقبهم أمر سالس الأمر الأول ان احنا نقدر نسيطر على سعر الصرف بشكل كبير جدا ونقدر ننجح في الغاء السوداء تاني حاجة والتحدي الكبير ان احنا نسيطر على عجز الموازنة لان احنا بالتأكيد تحريك سعر الصرف ده هيزود من عجز الموازنة ان احنا رفعنا الفوائد رفعنا زودنا الدعم و300 نقطة أساس في الفوائد كل ده هيزود من عجز الموازنة وبالتالي لابد ان احنا نسعى ان احنا نزود إراداتنا وان احنا نسيطر العجز الموازنة الخطوة الثالثة المهمة ان احنا يكون عندنا استثمار مباشر وغير مباشر البورصة النهاردة بتقول ان الاستثمار غير مباشر هو اللي بيسبق هو اللي بيجري على السوق هو اللي خطوته سريعة وده يمكن تعبيرا عن الكلام اللي قاله الاستاذ طريق عامر ان احنا بورصة مصرية عاوزين نحطها في مكانة اخرى هي اللي تقدر تجزب الاموال بشكل سريع جدا هي اللي تقدر يعني تدي اشارة لمستثمر خاصة الاستثمار المباشر ان هذه الدولة في طريقها الى لموه وطريقها الى تحصل الاقتصاد وبالتالي في اعتقاد الشخصي ان البورصة هتعكز هذه التوجهات لكن سيكون بشكل تدريكي نعم واشكرك جزيلا شكرا ضيفي من القاهرة الدكتور معتصم الشهيدين نائب رئيس مجلس ادارة شركة هورايزون لتدعو الأوراق المالية